من موت إلى آخر تستمر فصول مأساة النازحين في العراق إذ تتحد الأزمات والأقدار لتلقي بظلالها الطويلة على آلاف الأسر النازحة ولم تستثني الأطفال منذ سنوات وقبل تفشي وباء كورونا تحاصر الأمراض الخطيرة النازحين داخل مخيماتهم وفق المنظمات الإنسانية إلا أن الجائحة أضافت بعداً آخراً للأزمة ولسيما في مخيمات الخازر والبعاج والعامرية وكركوكا والسليمانية وأربيل إذ تبدو الأوضاع أسوأ مما كانت عليه في السابق إذ هناك العديد بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة وسط تراجع مستويات الرعاية الصحية إلى مستويات قياسية وعدم تمكن الأطباء من زيارة المرضى لعدة أسابيع أحيانا وبعيداً عن تهديد وباء كورونا الذي طرق باب العديد من المخيمات يعاني كثير من الأطفال ضعفاً في النمو وسوءاً في التغذية والتهاب الكبد الوبائي وأمراضاً جلدية وأمراضاً أخرى فضلاً عن عدم توفر أدوية الأمراض المزمنة مع انتشارها بين صفوف النازحين مأساة إنسانية متفاقمة لم تنل من الحكومة سوى الصمت والتجاهل بحسب المنظمات الإغاثية وهو الأمر الذي دفع عدداً من الناشطين في تلك المنظمات إلى جمع التبرعات في محاولة لتخفيف وطأة الأزمة وفي ظل هذا المشهد القاتم تجبر السلطات الحكومية عشرات الآلاف من النازحين على العودة إلى مناطقهم مع المخاوف والتهديدات المتربصة بهم وانتشار الميليشيات في تلك المناطق التي تغيب عنها أدنى مستويات معالم الحياة الضرورية إجراء قسري أثر مخوف المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي أعربت بدورها عن قلقها إزاء مصير ربع مليون نازح داخل العراق داعية حكومة الكاظمي إلى التريث وإعادة النازحين طوعاً وفي ظروف ملائمة ظروف لن يكتب لها أن ترى النور في المدى القريب بحسب متابعين فلا يبدو الغرق في التكهنات المستقبلية حميداً مع استمرار ممارسة سياسة إرهاب الدولة على شريحة هربت من الموت لكنها عاجزة عن الفرار من ذكريات أليمة وحاضر مرير ومستقبل مجهول ترجمة نانسي قنقر